يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا مصطفى صباح الخير يا كيسي يمانع وكل سنة وتطيبة النهاردة يوم الجمعة ويوم الجمعة يعني نهاية الأسبوع ونهاية الأسبوع يعني حصاد هذا الأسبوع أنا عملت إيه أقدر أرجع نفسي في إيه أقدر أبتدي الأسبوع الجاي عمل إزاي النهاردة والجمعة مش بيمثلنا بس مجرد يوم أجازة أو يوم عبادة أو يوم أقارب لأ ممكن يكون بيمثلنا نوع من أنواع أنه هو المحطة الأخيرة من الأسبوع إزاي حخلص أسبوعي ده أنا عندي إيه عملته ما عملتوش وحبدأ الأسبوع الثاني عمل إزاي بالتأكيد كل شخص فينا لطقوس معينة بيعملها آخر الأسبوع بيبتدي بيها أسبوع الجديد وبيختم بيها أسبوع القديم سؤال النهاردة على صفحتنا على فيسبوك احكي لنا عن طقوس مش ممكن تتخلى عنها في هذا اليوم اللي هو يوم الجمعة طقوسك إيه يا جمعة؟ والله يا مصطفى إمتى يعني أني جمعة فأني مرحلة بالحياتي عموماً بوص حقارك الحقيقة يمكن زمان وأنا صغيرة شوية كان لأ يوم الجمعة ده بالنسبة لنا بنصحى الصبح كلنا نستنى بقى صارت الجمعة بابا ياخد إخوتي وينزلوا ويصلوا وبعد كده لما يرجعوا أنا فاكرة كنا نقعد نتفرق كمان على الشيخ الشعراوي بعد كده غالباً كان بتيجي فقرة زراعية وبعد كده مش فاكرة بالضبط البرامة كغالبت كان فيلم أو علم الحيوان يعني مش فاكرة بالضبط كان بيحصل بعدين بقى بالليل كان فيه برنامج بين الناس طبعاً الأساد الكبير جمال الشاعر وبعدين كان ب tactics برنامج بردو تاني اللي هو خلف الأسوار مش عارب فيه طفل ممكن تتفرج على خلف الأسوار وتستني بس يعني اولك الموجود مش عارب فيه بس بنقى فيه حاجات بردو تانية يعني كان فيه حاجات تانية ممكن تتتفرج عليها بس كنت حريصة جدا ،انت فرجها قندستنى ده في برحلة كده ومراحلية كده مراوية راشد بزفت كده صحيح وبعدين دخلنا بقى خلاص الكتة شوية ودخلنا الجمع فبقيت برضي طقوس شوية متعلقة بالنحن نصح الصبح وهو بقى ينزل يصلي الجمعة وهو أخواتي وبعدين بقى ابتدنا نشوف الخطط بقى أنا واصحابي هنعمل أيوم الجمعة ده كان يعني بالليل اي انا واصحابي ونشوف هنعمل ايه دخلتي بقى فطور الويك اند بالزبط كده خلاص كان ساعتها فاليوم الجمعة بقى ويك اند هو بقى الويك اند وبعدين خلاص بقى لما اجبرنا واشتغلنا بقى أنا بالنسبة لي يعني الجمعة بقى زي اي يوم يعني زي اي يوم في الاسبوع قدين اشنغالين اهو بالزبط كده عن ايه عمليين بالزبط كده شوية كده بقولك هو فأني مرحلة من حياتي بس يعني برضو الجمعة فيه شوية طقوس كده مثلا زي ما انت قلت بنشوف ايه بقى اللي هنبتدين نعمل الاسبوع الجاي عملنا ايه الاسبوع اللي فات شوية كده لو فيه حاجة بمحتاجين نزبطها نوضبها في القوضة شوية ممكن نعملها يوم الجمعة صحيح فيه شوية حاجات كده متعودين عليها يعني زي ما نقول كده روبوت يعني خلاص متبرمجين عليها بتحسن يوم الجمعة بس بشكل عام يعني يوم الجمعة بيقى مخصص اكتر ان انت لو هتقعد مع اهلك شوية هتشوف صحابك شوية حابب تعمل حاجة جديدة حابب تروح مثلا نشوف فيلم جديد يعني الوقت بقى عارف لزي بيسموه المي تايم وقتك انت لنفسك بقى كومفورت زورة او منطقتك الخاصة يعني لو عندك وقت يعني شبش كل الناس بيبقى عندها المساحة دي زينا صح صح ان احنا نشغلين النهاردة شغلين عادي جدا يوم الجمعة انت بقى ايه وانا انا مع التفق ما احكي جدا ايه فعلا مراحل عمرية زي ما انت قلت يعني هو فعلا زمان كان مرتبط بصلاة الجمعة كان فيه كشك كده متلمع عليه شباب المنطقة نقعد ندردش ونحكي ونجيب سينة الناس يوم الجمعة اه والله ربنا يسمحنا بقى لا بالخير بالخير اكيد اجيب بجيبوها بالخير لغاية صلاة العصر نرجع نلاقي تتكلموا على الناس لغاية صلاة العصر؟ طبعا طبعا والله بجد نرجع نلاقي بقى الوالدة عاملة الغدا ننزل بالليل لو كنا ابن العبرياضة بنروح نادي بنقابل حد من قريبنا طبعا كل الكلام ده لما بتجمر فعلا بيتطور وانت فعلا زي ما قلت كل فترة زمنية لها يعني فيه ناس كتير زينا مثلا بتشتغل يوم الجمعة ما عندهاش ارتباط بفكرة ان الجمعة بالنسبة لها ويك اند لكن حتى لو ما كانش الجمعة بالنسبة لك ويك اند اكيد بيبقى بالنسبة لك نعمل انواع محطات المراجعة يعني انا عندي بروجيكت معاينة عندي تليفونات مؤجلة عندي حاجة في الشقة هعملها فازاي راجع نفسي وابدأ الاسبوع الجيل بيبقى دايما هو بالنسبة لي انا يعني زي ما تقولي المحطة الفصلة ما بين الاسبوعين نهاية القديم وبداية الجديد فبتعمل فيه نوع من انواع المراجعة لتفكيرك عموما يعني طب تقوصك اختلفت بقى وانت يعني وانت شاب وانت ليس شاب طبعا بس قب كمان شاب واب يعني عايز ايا جوان بتطمن على الاطفال بتخرجهم طبعا النادي بيحتل المساحة جميلة جدا من الزاد في الصيف طبعا الشتاء لأ كلنا عارفين الشتاء بتبقى الدنيا يعني صعبة تروح فيها النادي عشان هو يعني مكان مفتوح وكده لكن بالنسبة لي الصيف اجازات اكتر كمان بالزبط كده هو المكان المفضل بالنسبة لي ببقى فيه تقوص معينة الجمعة فيه غدا هناك ممكن نقعد هناك لغاية بالليل وانا عندي انشطة كتير بعرف عملها هلاك يعني فيه ناس بتروح ما بتعجز ما بتعرفش تعمل حاجة انا لأ انا بعرف عمل حاجتي كتير في النادي اخلي عيالي بسط وانا بسط هي دي النقطة بس هو عموما الجمعة ناس كتير برضو بتغفل ان هي اتكلم قريبة سلة الرحم مهمة يا جماعة جدا بس سلة الرحم مش يوم الجمعة فقط بوجد نظري سلة الرحم مهمة في اي وقت خاصة كمان احنا دخلنا على رمضان فكمان بقى بتبقى الاسبوعين اللي بيقى قبل رمضان دول يا مصطفى بيبقوا بقى يعني التجهيزات بقى وتشوف هتعمل ايه وتشوف هتحضر ايه وتعمل لو هتطلع حاجة لله لو هتعمل شونط رمضان الستات البيوت ليبتدوا كمان يوضبوا حاجات رمضان بقى وانعمل ايه بالزبط كده فالاسبوعين تحديدا اللي بيقى قبل رمضان دول اخر الاسبوع بيبقوا فيهم كمان شغل بقى كتير قوي تحضيره كتير قوي تحضيره كتير قوي على أي حال يعني إحنا فتحنا لحضراتكم مواضيع كتير سواء على مجال الشغل مجال تنظيم التفكير مجال الأسرة على الدايق مجال العائلة على شكل أوسع مجال الأصدقاء احكي لنا بتعمل إيه يوم الجمعة تقوسك وعداتك وتقاليدك اللي مش ممكن أبدا تتخلى عنها في أي يوم جمعة بطبيعة الحال عارفين أن موضوع الجمعة ده يعني زي ما جمانة عملت النظرية بتاعتها بيختلف في كل مرحلة سنية صحيح والله أنا بحس كمان أن جيلنا مصطفى يعني يعرف جيل وقع في النص يعني الجيال الأكبر مننا شوية خلاص مما عاشوا المرحلة دي فترة طويلة جدا وتعودوا عليها و بعدين الجيل بقى الأصغر مننا خلق تعود بقى الجمعة بقى الجديدة اللي بتاكي من السوشيال ميديا بقى والحاجات دي والله أتلنا أتلنا هذا الجهاز والله وأتل عادتنا وتقاليدنا يعني أنا بقولك النهاردة كنا بنخلص ونقف عند كشك معين ونتقابل شباب المنطقة صح؟ وفتكرت برضو حنا كنا بنلعب حتى لما انت قلت شباب المنطقة أنا فتكرت إنه كنا برضو يوم الجمعة لا بنلعب بقى إحنا أنا وولادي الجيران كنا بنلعب مع بعض كلنا وبدأتجمع والستاتات كان ممكن تقابل مع بعض يتجمعوا ويشربوا قهوة الزبط صح؟ روحي النهاردة أي تجمع عائلي حتلاقيهم كلهم مسكين وبلدهم بقولك قتلنا قتلنا يعني قتل شكل الكلام بتاعنا التعامل بتاعنا أنا بسميها وسائل التباعد الاجتماعي وسائل التنافر الاجتماعي مش وسائل التواصل الاجتماعي ليها طبعا مزايا ليها بعض المزايا ممكن جربناها كمان وقت كورونا لكن إحنا تحديداً الجيل اللي جرب الشكل الحياة دي وشكل الحياة دي وقع في النص يعني هو جرب فكرة إنه يبقى فيه تواصل مباشر وتفاعل مباشر بينه وبين الناس وفي نفس الوقت جرب إنه ما ينفعش يعيش من غير التليفون الجيل الجديد خلاص تعامل مع الوضع من هو صغير بيتعامل مع التليفون فمش حاسس إن فيه حاجة نقصة أو مش حاسس يمكن بالنستالجيا اللي إحنا بنحاول نتكلم عليها أو معندوش الحتة بتاعت العودة للذكريات اللي إحنا بنعاني منها للأسف صحيح صحيح متفق معك جدا هو اللي جرب تعمل زي ما قولت عم البيوت وريحة البيوت على رأي الكنج محمد منير فيه فعلا يعني حاجة كده إحنا مفتقدينها كلنا صحيح اللي هو الدفء الأسرة اللي هو التواصل مع الناس اللي هو حب الأصدقاء بجد من غير مصالح تفاعل المباشر تفاعل المباشر يعني لو هنوصفها تفاعل المباشر بني آدم بيكلم بني آدم مش بني آدم بيكلم بني آدم عن طريق جهاز ده يمكن إحنا مفتقدينه بشكل كبير على أي حال يعني ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيس بوك وأكيد مستنين إجابات حضراتكم اللي همستعرضها مع بعض فحلقة النهر ده صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا وجمعة مباركة صباح الخير يا مصر